ناقشت النقابة الوطنية للمعلمين الموريتانيين في ندوة فكرية سول الارتقاء بوعي المعلم مهنيا ونقابيا ودوره في النهوض بالتعليم حيث قدمت عروضا عن دور المعلم في النظم التربوية والتجارب التربوية الناجحة في العالم التي أسست نهضة في المجتمعات وشكلت أساسا لنهضة الأمة وتطرق النقاش للعوائق البنيوية التي تؤثر سلبا على واقع المعلم مما ينعكس سلبا على واقع العملية التعليمية في موريتانيا ويؤثر بالتالي على مخرجاتها تأثيرا سبيا إنه من المعروف بأن المعلمة أو المدرسة بصفة خاصة تواجه جملة من التحديات والمعوقات في حياته العملية تتمثل فيه واحد المنهاج التربوي والبرامج الراكدة والمنتدهات التي لم تفعل أثنين الاكترال وتدني المستويات وانعدام أو توقف التكوين المستمر أثنين انعدام أو ضعف البنى التحتية للمدرس أربعة الضغوط المعيشية من تدني الرواتب أو ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الأسعار وتطالب النقابة الوطنية للمعلمين بتحسين وضعية المعلم والمدرس بوصفه الحلقة الأهم في العملية التعليمية والتربوية مما يتطلب الرفع من مستوياته المختلفة حتى يكون قادرا على النهوض بوظيفته التي تشكل أهم عامل لنجاح العملية النهضوية والتنموية في البلاد فمن غير المعقول أن يظل المعلم في فيئة باء من الموظفين وهم شباب يحملون شهادات عليا وهم السنين في هذه الفئة يجب أن نناضل حتى ننتقل من هذه الفئة إلى فيئة أخرى كذلك يجب أن نضع المعلم في وضعية مادية مريحة ومعنوية كما أذكركم بأن النقاب الوطني المعلمين حسب نصوصها وأهدافها فهي لا تهتم فقط بالناحية المادية للمعلمين تهتم بالناحية المادية والثقافية والاجتماعية ويراهن المتدخلون في الندوة على أن إصلاح التعليم بحاجة لإرادة جادة من طرف الجهات الوصية عبر إجراء تغييرات تسمح بأن يتم الاهتمام بالمعلمين والمدرسين بصفة عامة يتسنى لمن يقوم بهذه المؤمنة أن يكون في ظروف تمكنه من النجاح والإبداع في مجال حيوي كالتربية والتعليم شكرا